جاء عن علي بن الموفق رحمه الله أنه كان في موسم الحج وكان قد حج ستين حجة فقد كبرت سنه و اشتعل رأسه شيبة ضعفت قوته فتردد في الخروج للحج في ذلك العام وقال لنفسي لمتى أسافر في هذه الصحارة فأخذته غفوة نومة وإذا به يرى في المنام قائلا يقول له يا ابن الموفق هل تدعو إلى بيتك إلا من تحب فطوبى لمن حمله المولى إلى المقام الأعلى ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في الحج قال وأما الحج فشأن آخر لا يدركه إلا الحنفاء الذين ضربوا في المحبة بسهم وهو أجل من أن تحيط به العبارة وهو خاصة الحنيفية ومعونة الصلاة وسر قول العبد لا إله إلا الله فإنه مؤسس على التوحيد المحب والمحبة الخالصة وهو السزارة المحبوب لأحبابه ودعوتهم إلى بيته ومحل كرامته ولهذا إذا دخلوا في هذه العبادة فشعارهم لبيك اللهم لبيك إجابة محب لدعوة حبيبه ولهذا كان للتلبية موقع عند الله وكلما أكثر العبد منها كان أحب إلى ربه وأحضى فهو لا يملك نفسه إلا أن يقول أو فهو لا يملك نفسه إلا أن يقول لبيك اللهم لبيك حتى ينقطع نفسه فهذا مقصد عظيم للحج وهو روحه وحقيقته أنك تجيب دعوة الله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يعني يمشون على أرجلهم وعلى كل ضامر يأتون وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق فتجيب دعوة الله شوقا للقاء الله ومحبة لله جل وعلا